ملكات جمال اكتار في الهند تحولوا لنجمات في بوليوت مثل النجمة نطن اللي كانت من الأوائل فبعد مشاركتها في مصابقة ملكة جمال الهند لسنة 1952 دخلت عالم الأفلام وامتد مشوارها على مدى 20 سنة فازت فيهم بخمس جوائز فيلم فير قبل ما ترحل وعمرها بس 54 سنة وسنة 1984 فازت جوهي شفلا بلقب ملكة جمال الهند وكان عمرها بس 17 سنة وطبعا هاللقب خلاها تدخل بوليوت من باب الواسع أما سنة 1994 فكان تتويج مضاعف لنجمتين هنديتين أشواري راي اللي فازت بلقب ملكة جمال الهند وكمان ملكة جمال العالم والسوش ميتسين اللي فازت بالمرتبة الثانية في مصابقة ملكة جمال الهند وكمان فازت بلقب ملكة جمال الكون لسنة 1994 وبعد سنتين بس من هالفوز تحولت أشواري راي والسوش ميتسين لنجمتين في بوليوت أما سنة 2000 فكان تتويج لارا دطا بلقب ملكة جمال الكون وبين يوموليلة تحولت لارا لنجمة في بوليوت وكمان سنة 2000 تعرف العالم على بريانكا شوبرا اللي فازت بلقب ملكة جمال الهند وكمان ملكة جمال العالم وبعد سنتين ونص بس من فوزها قدمت بريانكا فيلم أنداز مع أكشي كومار ولارا دطا اللي كسرت دنيا وقتها وسنة 2002 توجت نيهاد هوبيا بلقب ملكة جمال الهند وهي كمان دخلت بوليوت بعد سنة بس من تتويجها وهالنجمة اللي احتفلت مؤخرا بمرور 20 سنة على فوزها باللقب كانت ضمن لجنة التحكيم في مصابقة ملكة جمال الهند لها السنة وهي اللي سلمت اللقب للفائزة سيني شتي أما نجمة أورفاشي روتيلة فهي اللي مثلت الهند في مصابقة ملكة جمال الكون لسنة 2015 وآخر واحدة انضمت لبوليوت من ملكات جمال الهند كانت منوشي شيلر اللي تم تتويجها سنة 2017 بلقب ملكة جمال الهند وكمان بلقب ملكة جمال العالم وهالمالكة اللي كانت بتشتغل في الأصل كطبيبة اختارت أنها تدخل عالم بوليوت وفي يونيو 2022 صدر أول فيلم من بطولتها مع النجم أكشاي كومار تحت عنوان سمرت بريد فيراش اشتركوا في القناة